أنا عايزة أقولك هنا هنا بقى إحنا روحنا في قصة أسوأ بكتير هو أصلاً مش راجل ومدمن مخدرات هو شخصية اعتمادية؟ مش راجل مدمن مخدرات اعتمادية من وجهة نظر يعني هو ابن أمه طبعاً ولكن دي ثقافة بتاعة فيه كده بعض الناس في بعض البلاد بتبقى الأم دي عاملة زي العمدة بتبقى هي نفسها مسترجلة لا مش مسترجلة هي بتبقى يعني ما تزعلوش مني بس هي بتتقال كده مشيها جزها مشيها بيت كله هي الكبيرة مش مسترجلة هي الكبيرة هي العمدة هي الكبيرة هي العمدة بتاعة مكانها مع أنها مش مسترجلة كلها حنان وأنوسة بس ضمرت الكوكب احنا بنتكلم على حماتها ايوة بفعلاً ضمرت الكوكب لكن هي مش مسترجلة هي كلامها أن الراجل بيدرب مرات أو هي أكيد ترابت على إن جزءها بيدربها أو يمكن فعلا هيكون ما قدرش يضربها أو هي عايز يضرب بنات الناس طب نرجع تاني بقى الكلامي الأولاني إيه ده؟ لما كنت بقولك بدون أحكام بدون شروط بدون أحكام مسبقة الموروث الثقافي عند بعض الناس في بعض المحافظات وبعض الأسر في بعض المحافظات خلييني أقول مفهوم الرجولة عندهم ليه حاجة لا اتبح لها القط هتخلفي الكلام مفهوم الرجولة عنده أنه يشرب حشيش وأنه يضرب مراته وأنه أمه تبقى هي المسيطرة على الأسرة يعني أكيد عنده أخوات تانين وجوز مرات أخواته وجوز أخته فلازم تبقى فيه هي راسك كبيرة المسيطرة الرجالة بتروح الشغل وهي تدير شغلها الأساسي أنها تدي أوامر هنا وتدي أوامر هنا وتنغس على دي حياتها وتنغس على دا حياته ولما يجوا الناس أولادها من الأشغال تديهم دي نظافت مراتك كويسة دي دي وحشة دي كويسة دي ربيها دي ما تستهلش دي نكدية دي كذا وتضخم في الأمور وتستمتع بدور القائد وتستمتع بدور رئيس جمهورية النبي نجلاء لما مشيت بعد ما هو ضربها ومامته ما سكتتش يعني غلا ما هو يضربها قدامها كان عندها حق مين عندها حق نجلاء نجلاء عندها حق تريديون في المية في كل حاجة خعملتها وأنا فخورة بيها إنها واحدة عندها 15-16 سنة تبهدرت البهدلة دي كلها وعرفت تحسم موقف دي رفاهية أو أوبشن مش موجود عند بنات كتير في نفس ظروفها في نفس القرى في نفس المحافظات بس دفع التمن كبير برضو نزلت تشتغل عشان ما تحرمش ابنها من حاجة برضو أبوها نشكره إنه سابها يا بوسي أبوها نشكره أبوها يا جماعة إحنا لازم نحط الفوزل في مكانه أنت عايزة تشكوري لين لازم نقول العيوب ونقول الميزات على إيه ولا على إيه ولا على إيه باباها غلطته بس دي غلطة مجتمع مش غلطته لوحده جواز البنات 15-14-16 سنة سيبك من دي أمل تعليم إيه وعدم التحري عدم التحري في السؤال عن العريس ده يعني أنت بنتك لسه طفلة فأنت جبت لها عريس وهي وفقت والدنيا سطرة وماشيين معك للآخر الأقل اضمن لها حقوقها القانونية والبلد كلها بتبقى عارف يعني لازم يا جماعة دلوقتي نقول كيف سل الناس عشان يوصل لهم الكلام أول حاجة لازم تروح لمحامي يضمن لبنتك حقوقها القانونية لو حصل أي خلافة وإنت بتجوزها وإنت قبل ما تجوزها ولازم تضمن أن هي لما هتخلف هتعرف إزاي تعمل النسب فدي حاجات لازم دي نصايح لكده لازم نقولها عامة للناس اللي مصرة يعملوا نفس الغلطة أعملوها خلاص دي مشكلتك ولكن خدوا احتياطاتك عشان أنتوا في الآخر اللي بتشيروا الهم برضو عارف يا أهم حاجة مدام أمل هو بتجوزها القيمة والمؤخر عشان نضمن لبنت حقاها والشابكة طبعا ما كتبتش هي في كلام بارك ليه بقى عشان نعرف نجيب حقا ونعمله تبديد أو نسجنه في يوم من الأيام لو فكر بصي دي قصة تانية خالص طبعا قصة تانية خالص اللي بيفكروا فيه ويقولك اتعايزة لما احنا قامل الكلمة جماعة الأيمة في مجتمعات كتير جدا ما بتعملش الأيمة اللي بتعايزة تضيعي حق بناتنا ليه كده دا الأيمة دي أهم حاجة بتضمن لك حقك قيمة ايه القيمة ما تضمنش أي حاجة لسبب بسيط قوي هو كفر سيئاتها لحد مطالبة التلاقة في الأخير هتروح تخلعه هتخلعه هتتنزل عن الأيمة وعن العفش عن كل حاجة يعني هي لعبة أصلها